هنا كوين تسألني عن الكيس الزلالي كيف راح بريكم حاجة شايفين عظمتي لو تلاحظوا في كرة صغيرة هذا هو الكيس تسألني كيف راح طبعا طلع لي وقتها في كورونا وكان مرة كبير وروح الدكتور طبعا اول شي لازم تروح تتأكد ان هو كيس زلالي روح تسويت اشحة وطلع كيس زلالي وكان مرة حجمه كبير لدرجة انقسم وصال اثنين الحمد لله حقيكم ان حنصار حطيت زنجبيل كان عندي خلاص عملية عشان اعمله ازالة فوقتها خلاص استخرت بان امي مرة كانت راغضة ان اسوي هذه العملية معنى شي مرة بسيطة يعني وانا اسوي بدكير وقتها فتقولي العاملة تقولي احنان جربتي الزنجبيل انه نحن عندنا يجرب وطمان هي كتفة البنية قلت انا زنجبيل قرأت لي ايوا تخيلوا كان ثاني يوم عندي عملية وزي ما اقول لكم قعدت توصف لي صديقتها كانت تعاني من هذا الكيس واستخدمت الزنجبيل الطبيعي انها قطعوا شرائح شريحة مرة خفيفة تحطيها في المايكرويف تعدي بالثواني واحد اثنين ثلاثة قفل المايكرويف يطلع تطلع شريحة الزنجبيل حرة فكنت احطها كذا احطها على نفس المكان والف يدي ونمت الله يا بنات احبريكم ان اقان صورة قبل وبعد خلال يوم يعني هو اول شي فضل من الله يا رب لك الحمد والشكر اما اعرف اذا هو حيمشي مع الكل او ممكن في حالات تطلب انه ازالة جراحية نمت صحيت بدون مبالغة كترات صديقتي في الواتاب او الريها انه شوفي كيف وصل وخاصمتني انه لا شي لي نمت صحيت صورت وارسلت لها فعندي صورة حقيقية قبل وبعد الدكتور انصدم يعني زي ما انتم شايفين صغير واحيانا يختفي روح ارجع اشتغل كثير يرجع وقت الشغل يرجع بس يا رب لك الحمد كيف كنت وكيف صرت شوفوا بنات هذه هي شرايح الزنجبير الاخطر قشرته وقطعته بهذا الشكل شرايح خلاص واحطه في صحن شوفوا بعدها عن مايكرويف طير حتغطه في صحن حشغل قعد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة ثواني اوقف سمعي كيف اصلا كده طق طق خلاص حتخرجي من مايكرويف حيكون حار يعني حقيقي حار حتحطيه على الكيس وتلف يدك بشاش مطاطي باي حاجة عندك بس الشاش افضل وانضف اربطي مكان الكيس والكمادات عليه ونامي واصحي باذن الله ربي يكتب لكم الشفاء وتفيدكم ولكن اول حاجة روحوا تأكدوا سووا اشعة وتأكد ان هو كيس زلالي والله يكتب لي ويكتب لكم الشفاء شوفوا هذه تعتبر الشريحة عريضة قد ما تقدر ينح في شريحة الزنجبيل وحطيها على مكان الكيس ولف فيها ما شاء الله تبارك الله يا بنات شوفوا كيف الكيس اللي كان عندنا كان عندي كيسين زلالي في يدي عندنا الموضوع هذا مرة زمانة قل لكم طلع لي في كورونا الحمد لله الى اليوم قلت لكم ارجع اشتغل ترجع تطلع شوية وفي كل الحلال انا الدكتور اصلا من روحت قل لي بعض الناس سوي لهم حتى جراحيا انشيلها وترجع لهم فصراحة ما اعرف ايش اساب الرئيسي بس انا لاحظ لما اشتغل كثير لان هي طلعت لي في اليمين لما اشتغل كثير ترجع تطلع ولكن من فضل الله انه تطلع مرة شي بسيط وترجع تروح فهذا بالنسبة السؤال لكم الله يكتب لي يا رب الشفاء ويكتب لكم ويشفي كل مريض ويكتب لنا الاجر وان شاء الله تكون منفعة لكم بإذن الله وتفيدكم اشتركوا في القناة